والمناقشة هذا الموضوع من الرباط ينضم إلينا السيد محمد أدردور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية سيد أدردور أهلا بك تابعت معنا هذا التقرير نضيف عليه أنه بلغة الأرقام 264 مليون طفل محروم في العالم من التعليم في المغرب مثلا في سنة 2017-2018 لدينا أزيد من 221 ألف تلميذ وتلميذة انقطعوا عن الدراسة إلى ما يؤشر كل ذلك سيد أدردور في البداية وما هي أسباب الهدر المدرسي شكرا سيدتي على هذه الاستضافة الكريمة طبيعة الحال الهدر المدرسي أو التسرب الدراسي من بين المشكلات التي تعاني من أنظمة تعليمية في العالم العربي وتختلف البلدان العربية حسب الموقع وحسب السياسات القطاعية وحسب كذلك الأهداف بصفة عامة معروفة على أن أسباب الانقطاع الدراسي أو الهدر الدراسي متعددة منها ما هو اجتماعي مثلا كالفقر وظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيش فيها الأسر منها ما له علاقة ببعد المدارس منها ما له علاقة بطبيعة الثقافة المحلية إلى غير ذلك على كل إحدى الأسباب تتعدد حسب البلدان العربية ولكن بصفة عامة الظاهرة كانت مقلقة في السنوات الأخيرة ونقدر نقول أنه أضاعت على العالم العربي فرصة تنمية حقيقية في بعض البلدان لماذا؟ لأن الهدر المدرسي له علاقة وثيقة بالتنمية وباقتصاد البلاد وهو هدر للطاقات البشرية وهدر للإمكانيات كذلك المادية ولهذا الأسباب العديدة ولكن الذي يهم هو طرق العلاج وبالتالي طرق السدراك نريد أن نعرف منك سيد أدر الدور ما هي أكثر الولايات في المغرب التي تعاني فعلا من الهدر المدرسي وما هي أهم هذه المراحل التي يحصل فيها التسرب المدرسي؟ هو في الواقع أنه كلما اتجهنا نحو المناطق النائية كلما كانت هناك نسب الهدر المرتفعة بطبيعة تحل المغرب مرة من مراحل في العقود السابقة كانت نسب الهدر مرتفعة جدا بسبب بعد المدارس عن السكان أو بسبب عدم توفر الدولة على إمكانيات لبناء مدارس في كل المناطق وبالفعل سجلنا في العقود السابقة في نهاية القرن الماضي على أن هناك نسب مرتفعة جدا في الولايات البعيدة إما في جنوب الشرقي أو في جنوب البلاد ولكن مع السياسة القطاعية ومع الستمار الذي حصل في مجال التعليم في المغرب تمكننا من استدراك الأمر وانتقلنا من نمادج بسيطة وأولية للستدراك إلى نمادج اليوم أكثر تطورا نسميها مدارس الفرصة الثانية طيب هذه الفرصة الثانية أستاذ أدردور بداية من يستفيد من هذه الفرصة الثانية هذا البرنامج الحكومي لدي وضعاته وزارة التربية والتعليم هذا من جهة ومن جهة أخرى هل تراه الحكومة هو الحل الأنسب ربما من أجل عودة التلاميذ إلى المدارس؟ وفي الواقع سيدتي أنه مررنا من مجموعة محطات كنا في بداية وخصوصا في بداية الألفية سنة 2000 وما بعد كنا رتبنا حلولا شبه كلاسيكي لمحاربة لهذا المدرسي تتمثل في الدعم الاجتماعي للأسر توفير المواد الغذائية تجهيز المطاع المدرسية توفير النقل المدرسي وبناء المدارس الجماعاتي التي تأوي الأطفال في البدائي وكذلك توزيع ملايين محفظات في إطار مبادرة ملكية هذه كلها أمور قمنا بها ولكن مع استمرار هذه الحلول ومع استمرار دعم الدولة فطننا إلى أسلوب آخر أو إلى منهجة أخرى تتمثل في مدارس الفرصة الثانية ما هي مدارس الفرصة الثانية؟ هي مدارس لا تكتفي فقط بالتعليم والتلقين وتقديم المعارف والمهارات ولكن تزاوج بين ذلك ومسألة إكساب التلاميذ حرفة أو مهنة بمعنى أن مدارس الفرصة الثانية هي خليط بين مناهج الدراسية تستهدف المهارات والكفاية المعرفية والتعليم العام والتربية العامة وتستهدف كذلك إكساب التلاميذ حرفة ومهنة من شأنها أن توفر لهم إمكانية الاندماج في سوق الشغل عند تخرجهم ولهذا لاحظنا إقبالا كبيرا على مدارس الفرصة الثانية بحيث سنفتح برسم الموسم الدراسي المقبل 2019-2020 سنفتح حوالي 80 مدرسة للفرصة الثانية مجهزة جهيزا كاملا بالأدوات والوسائل وبمحترفات مهنية من شأنها أن تمكن التلاميذ الذين غادروا الدراسة وعادوا من جديد إلى استكمال تكوينهم لكي يعودوا إلى سوق الشغل وكما تعلمون سيدتي نعم تفضل أكمل الفكرة سيد محمد وكما تعلمون سيدتي المغرب اليوم هو برد استقطاب الرسامي الأجنبية والاستثمارات الضخمة جدا في مجال صناعة السيارات في مجال صناعة أجزاء الطائرات من خلال مناطق فتحها المغرب الآن في طنجة وفي القناطرة جمعة مناطق استقطبت رسامي الكبيرة والاستثمارات الضخمة جدا ومن شأن هذه الاستثمارات أن تحتاج إلى يد عاملة مؤهلة ولهذا في مدارس الفرصة الثانية وهي مدارس لمحاربة الهدر المدرسي هي فرصة كذلك لتكون هذه الكوادر الوطنية القادرة على النهود بهذه الصناعة الحديثة أو هذه الصناعة الناشئة والتي ستجعل المغرب إن شاء الله في مصاف الدول الكبرى المستقطبة للاستثمارات الأجنبية هذا هو بصفة عام السياق العام وبطبيعة الحال تمكننا من تخفيض نسب الهدر المدرسي بنسبة كبيرة لماذا؟ لأن الأسر إن جذبت إلى هذا النموذج هذا النموذج المهني إن جذبت إليه الأسر وآمنت الآن بأن المنظومة التربوية ليست هي منظومة معرفة فقط بل هي منظومة حيرة فمينة ومنظومة ولوسق الشغل وهذا ما تنتظره الأسر لأن هذا من شئره أن ينمي الدخل الفردي للمواطن من العاصمة المغربية أرّبت السيد محمد دردور مدير الأكاديمية الجاوية لتربية شكرا جزيلا لك